احتجزت مليشي الانتقالي في لحج ناقلة وقود اسعافية لمحافظة تعز وقالت مصادر محلية ان مليشي الانتقالي منعت منذ امس الجمعة مرور ناقلة وقود في نقطة الحديد بمديرية طور الباحة بمحافظة لحج وضفت المصادر ان المليشي استخدمت مبرر طلب الجبايات على الشاحنات بهدف حجزها اثناء عبورها الى تعز يتيهد تزامنا مع ازمة مشتقة نفطية خانقة تشهدها مدينة تعز وعدد من المحافظات